بعد أن توقف بشكل مفاجئ منذ يوم أمس السبت خرجت وزارة الاتصالات العراقية ببيان تؤكد فيها أن تطبيق تيليجرام قد تم حضره فعليا في البلاد بناء على ما وصفته بتوجيهات من الجهات العليا لأسباب تتعلق بالأمن القومي ذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن حجب تطبيق تيليجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل معها خلافا للقانون وفق البيان ويستخدم التطبيق على انطاق واسع في العراق للمراسلة كما أنه يمثل مصدرا للأخبار ومشاركة المحتوى وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية منها أسماء وعناوين مستخدمين عراقيين وروابطهم الأسرية وهو ما أورده بيان وزارة الاتصالات العراقية الذي جاء فيه أن الوزارة طلبت من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون مرارا وتكرارا في غلق القنوات التي تسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية وأوضح البيان أن الطلب راجع إلى ما تشكله تلك الحسابات من خطر على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي غير أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات وفق المصدر ذاته وهو ما دفع إلى حجب تليجرام من البلد هذا وكان مركز الإعلام الرقمي أصدر قبل أسبوع تحذيرا من محاولات اختراق لحسابات تليجرام بالنسبة للمستخدمين العراقيين تجري عبر روابط وصفها بالمشبوهة المركز ذاته وصف قبل سنتين تطبيق تليجرام بأنه موطن جذاب لمجرمي الإنترنت يتم من خلاله بيع ومشاركة البيانات المسروقة وكل ذلك يجري بصورة سهلة وفق تعبير المركز كما أنه وقبل ثلاثة أشهر حذفت منصة تليجرام قرابة أربعين حسابا على منصتها بدعوى استخدامها لابتزاز النساء في العراق بالتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ببغداد السيد أحمد الشريفي الخبير الأمني السيد الشريفي أهلا بك لماذا لجأ العراق إلى هذه الخطوة ما طبيعة التأثير المفترض لتطبيق كهذا على الأمن القومي العراقي بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخذنا بنظر الاعتبار التبرير الحكومي وقلنا أنه هناك احتمال خرق الخصوصية للأفراد أو انتهاك خصوصية المؤسسات ففي تقديري في مجال الأمن السبراني يفترض أن تتخذ الإجراءات الاحترازية على مستوى تقييد بعض النشاطات المشبوهة لجهات تعد أنها تخترق أو تمارس جريمة رقمية وهي متاحة للحكومة العراقية أما حجب المنصة بشكل كامل ففيه أبعاد لأن هذه المنصة تستخدم من قبل الطلبة والأساتذة الجامعات التدريسيين ويتفعون منها بشكل كبير جدا في ممارسة نشاطاتهم حتى على مستوى تبادل الأفكار يعني هناك أضرار من حجب هذا التطبيق على المستخدمين العراقيين كما تفضلت هل من أضرار أخرى ربما متعلقة بحرية التعبير مثلا؟ نعم بالحقيقة هذه المسألة جزء من الضرر الذي ممكن أن يلحق بشريحة معينة هي تستخدم هذه المنصة فضلا عن الإطار العام الذي يتعلق بالنظام السياسي والنظام السياسي هو نظام ديمقراطي يكفل حرية التعبير وحرية التعامل مع المنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي دون أن تكون هناك قيود حكومية لا سيما أن القيود وصلت إلى حد وصفته بالتهديد للأمن القومي ثم لا تستطيع المنصة أن تتخذ إجراءات لكل دولة على حد هي مفتوحة عالميا وبإمكان التواصل معها ولكل بلد خصوصيتها في الحفاظ على أمنه عبر مفاهيم الأمن السبراني لكن أنا في تقديري البعد السياسي حاضر في هذه القضية لأن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن التليجرام منصة هي أقرب وهي روسية أمام الميتا والإنستغرام الأمريكية والجهة التي كانت أكثر اعتراضا هي الفصائل اللي بالحقيقة بالعرق كانت واضح جدا انتعاضها من الأمور فمعنى ذلك أن هذه المنصات بدأت بشكل أو بآخر تدخل في إطار الصراع الإقليمي والتوازلات ولكن هناك من يقول من المفتصين أن تطبيق التليجرام هو تطبيق عصي على الاختراض ولربما الاحتكاك الذي يجري عن جويا بين المقاتلات الروسية والأمريكية ربما يتحول إلى احتكاك وحربا إلكترونية تطال كثير من الفعاليات منها في تقدير قضية المنصة وهذه معادلة يجب أن نقرأها بدقة أنه يجب أن لا نقيد حرية التعبير وحرية الرأي بل حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من نزاع إقليمي وإن كان الاحتكاك الذي يجري قد يؤدي إلى أزبة الماء فإذن البعد السياسي واضح جدا أنه حاضر في هذا الحجر هل تسمعني سيد أحمد؟ والذي كان يفترض أن تتخذ إجراءات احترازية بديلة لبن يمارس رشاطة مشبوهة أن يرصد ويستبكد إلكترونيا ثم تتخذ بحقه الإجراءات القانونية وتبقى المنصة مفتوحة لمن يستخدمها استخدام أمثل وينتفع منها سواء كان في مجال الإعلان أو الإعلام أو في مجال التدريس والقروبات التي بالحقيقة في بعض الأحيان حتى على مستوى التوجيهات والتبليغات بين المؤسسات يستخدمون هذه المنصة سيد أحمد شريفي الخبير الأمني كنت معنا من بغداد شكرا للمشاهدة